إذن مشاهدينا متابعينا لعزاء تتواصل التحديات والانطلاقات هنا في هذا الصباح وانطلاقة شوطنا العاشر من مجمل أشواطنا لهذا الصباح شوط الخامس للقعدان ومن مسافة الـ 1500 متر ننطلق وإياكم إلى الصدارة وإلى العنوان الأول لنرى هناك شاهين ناجيب بخيته المرية من ينطلق في هذه اللحظات على الصدارة والمقدمة بينما ثاني الأسماء يصل هناك جلمود علي بن عبد العاطية من ينطلق هنا في ثاني الأسماء ثالث المراكز يصل نجم الوادي علوش بالراجس الدوسري ولكن أردت تسلل في هذه اللحظات والانطلاق من شعار الزعيرية مع الشرقي محمد بن بخيت الزعيري من ينطلق في هذه اللحظات ولكن وصل كذلك بليهان فهيد بن مبارك بن رملان المر من ينطلق على المستوى الثالث اللهي الثلاثية يا الصدارة والمقدمة هناك مع شعار بن بخيته ومع شاهين من يحلق في هذه اللحظات ناجي بن بخيته المري وبليهان على ثاني الأسماء فهيد بن مبارك بن رملان المر ولكن القادم وصل هنا فاضل بن مهند من ينطلق مع المتحد ولكن نعود إلى الصدارة والمقدمة وإلى شعار بن بخيته ناجي بن بخيته المري من ينطلق على الصدارة وينطلق إلى النموس وإلى الانتصار بينما القادم هنا ينطلق هنا خالد بن شباب هنا ينطلق على ثاني الأسماء يقدم لنا هناك هناك نواف ولكن ناجي بن بخيته المري يحسم الأمور عند الأمتار الأخيرة ومع شاهين تانين لناجي بن بخيته المري على هذا الفوز المراكز نواف وكذلك شعر خالد بن شباب بن خليو الاعتباد هذا المراكز بليهان فهيد بن مبارك بن رملان المري رابع المراكز وخامس المراكز نترك لجنة الخطي والتحكيم تهانين مشاهدينا الأعزاء لناجي بن بخيته المري على انتزاع شاهين لناموس هذا الشو